موجز الثالثة من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم وكل عام أنتم بخير يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء المناسك في ثالث أيام التشريق وأعلنت وزارة الحج والعمر السعودية أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج وسينهي الحجاج نسكهم اليوم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الودع واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 34 طن مواد غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 27 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 512 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 107 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 30 طن أقماح محلية أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا مناقشة حول استئناف مباحثات السلام مع أوكرانيا كما شدد بيسكوف في تصريحات له على أن العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني وذلك ردا على تعليق وزارة الخارجية الأوكرانية التي اعتبرت فيه مرسوم الرئيس بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية بأنه تعد على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مليار يورو كمساعدات مالية إضافية لأوكرانيا وأشار الاتحاد إلى أن إجمالية الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصل إلى 2.2 مليار يورو متوقعا زيادة تحجم الدعم خلال الأشهر المقبلة قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ اسكندر تمركزا للقوات الأوكرانية في أوديسا ما أصفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية المضادة لسبح في غضون ذلك أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات وهو أقوى صاروخ النووي بعيد المدى في العالم يجرى إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل قالت البحرية الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل الاحتفاظ بسبع سفن حربية مسلحة بصواريخ كاليبر كروز في البحر الأسود وأوضحت البحرية الأوكرانية أن موسكو تستعد لتنفيذ ضربات صاروخية كما تواصل السيطرة على الاتصالات البحرية في بحر أزوف ترجعت قيمة اليورو اليوم لتبلغ دولارا واحدا في مستوى لم يسجل منذ أن طرحت العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاما وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي ويخيم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة الأوروبية إذ تسود شكوك بشأن إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أمبوبي غاز نورد ستريم وان ما يزيد من المخاوف من ركود في أوروبا قالت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي أيا كلنايا قالت أن الاتحاد كان مستعدا بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة استعداد الاتحاد لاستقبال لاجئين وافدين من مناطق أخرى بسبب عدم الأمن الغذائي لافتة إلى أن صعوبة النقل القمح من أوكرانيا سيؤدي إلى موجات من الهجرة شكرا لحضراتكم إلى لقاء